اكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أن الاستثمار في الكوادر الوطنية وخلق الفرص الواعدة أمامهم أحد أهم ركائز مسيرة البناء والنماء في مملكة البحرين وشيرا إلى أهمية الاستمرار في تحفيز دور القطاع الخاص كشريك استراتيجي فعال يسهم في رفض أهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه جاء ذلك لدى زيارة سموه حفظه الله اليوم إلى مركز سيتي العالمي للتكنولوجيا وتفضله بتجشين المقر الجديد للمركز بحضوره مع الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني وسعادة سيد رشيد محمد المعراج محافظ مصرف البحرين المركزي وعدد من أصحاب السعادة من كبار المسؤولين حيث أشار سموه إلى دور المؤسسات المالية والمصرفية في رفض مختلف القطاعات الاقتصادية وتعزيز البحرين تعزيز مكانة المملكة على خارطة الوجهات الاستثمارية الجاذبة دافتا إلى ما وصلت إليه مستويات الإبداع والابتكار بالتقنيات التكنولوجية في مجال الخدمات المالية والمصرفية بفضل ما تتمتع به المملكة من بنية تحتية رقمية متطورة وأشار سموه إلى أسهامات المؤسسات المالية والمصرفية في خلق مزيد من فرص العمل النوعية لابناء الوطن منوي أن سموه بكفاءة الكوادر الوطنية العاملة في المجال المالي والمصرفي وما تمتلكه من مهارات وخبرات علمية وعملية متخصصة وقال سموه إن الجهود تتواصل لتنوع القاعدة الاقتصادية لمملكة البحرين من خلال وضع الخطط والاستراتيجيات المختلفة لكافة القطاعات واستقطاب المزيد من الاستثمارات النوعية التي تسهم في مواصلة خلق الوظائف النوعية للمواطنين وفق أولويات خطة التعافي الاقتصادي وبما يتماشى مع أهداف رؤية البحرين الاقتصادي 2030 من جهته عرب سيد ميشيل سوايا الرئيس التنفيذي لسيتي البحرين عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيسي مجلس الوزراء على ما يوليه من حرص واهتمام بالقطاع المصرفي والمالي بمملكة البحرين الذي أسهم في تطوير الخدمات المصرفية والمالية مشيرا إلى أن الشراكة الاستراتيجية مع صندوق العمل تمكين ومجلس التنمية الاقتصادية عززت من دعم جهود مركز سيتي العالمي للتكنولوجيا يكون جهة عمل جاذبة للشباب البحريني برهانا على ما يتمتعون به من كفاءة وموهبة في هذا القطاع كما جاءت الشراكة الاستراتيجية للتسهمة في خلق وظائف مستدامة في قطاع التكنولوجيا المالية تعود بالنفع على القطاع والعاملين فيه وأكدت أليكساندرا برايكمان رئيس التنفيذي للعمليات لتكنولوجيا مجموعة العميل المؤسسي في سيتي حرص المجموعة على مواصلة تعزيز تواجدها في مملكة البحرين كجزء من خطط التوسع العالمي لدى المجموعة مشيرة إلى أن انضمام الكوادر البحرينية المؤهلة للعمل في مركز سيتي للتكنولوجيا سيسم في تطور الفريق وتعزيز مختلف مجالات التكنولوجيا المبتكرة التي يقدمها المركز الجدير بالذكرى أن مجموعة سيتي المصرفية أطلقت مركز سيتي العالمي للتكنولوجيا عام 2021 ضمن شراكة استراتيجية بين صندوق العمل تمكين ومجلس التنمية الاقتصادية ويهدف إلى خلق ألف وظيفة في مجال البرمجة على مدى السنوات العشر القادمة وقد جاء اختيار سيتي لمملكة البحرين لما تتمتع به المملكة من بيئة حاضنة للأعمال داعمة للنمو والتطور وتكافؤ الفرص ولما تسخر به من موارد بشرية مؤهلة حيث حققت الكوادر الوطنية أعلى معدل نجاحا في الاختبارات والمقابلات المتخصصة التي أجرتها سيتي في مجال البرمجة مقارنة بالمناطق الأخرى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر